ازايكم حلقة جديدة من تكتيكي تايكة حنتكلم فيها عن كمة هذه الجولة من الليجة او كمة هذه الجولة من اوروبا كلها كلاسيكو الارض ريال مادريدو بارشلونة المقاومة على ملعب سانتياجو برنابيو المباراة اللي ممكن جدا يعني تقرب بارشلونة من اللقب وممكن تقرب ريال مادريد من مطاردة بارشلونة من جديد هنشوف اللي ممكن يحصل المعرضة هتكلم ازاي ممكن يفوز ريال مادريد ازاي ممكن يفوز بارشلونة لكن اهم حاجة في استعراهوا في اخر الحلقة هنتكلم عن التشكيل المثالية من بين لعب الفارقين واكيد انتو هتشاركونا رقيكم في الكوميتس بالزاد في المقطة دي يلا بينا على بداية الحالة خلينا ندد اقبريال مادريد الفريق ساحب الارض الفريق اللي محتاج لفوز بقوة وبشدة لتعويض الفارق التمن مقاطبينه بالمارشلونة الفريق اللي يعني عائد من كأس عام الاندي بعد تتويج الخامس هذا العام لكن في نفس الوقت بيمر مرحلة متزبزبة على المستوى المستوى المحلي بالذات رغم ان هو انطفت في اخر مبارتين وقدر انه يفوز على الاشبلية وكانت مباراة مهمة جدا لريال مادريد بالذات اشبلية كانت بدأت بدأت استعادته لبعض انفاسه على المستوى المحلي اما برشلونة في اكيد لا يحتاج الفوز بنفس القوة صحيح ان اتلتكو مادريد وبالنسا قريبين منه لحد ما بالذات اتلتكو مادريد يعني بالنسا بدأ يبتعد بعد قصارته مبارتين في اخر تلات مبارات لكن انا متأكد تماما ان برشلونة مازال يضع امامه ابيال مادريد كمنافس رئيسي دي على الليجا وبالتالي التعايد المعاي في ملعب سنتياج وبرنابيه اعطاكم ده شي بقى النتيجة مميزة جدا للفريق ومحافظة على السجله وخالية من الهزام حتى الان هذا الموسم على المستوى المحلي سنذهب للتشكيلة المثالية لكل فريق برشلونة هذه المرة سنبدأ به الفريق يعني يلعب احيانا 4-4-2 واحيانا 4-3-3 احيانا الامور كان بتتأرجح احيانا لما كان بيكون بكاء الكسير كان موجود او ديلوفيو كان موجود او ديمبلي قبل ما يتصاب كان موجود كانت الفريق بيلجأ او يميل الى 4-3-3 بشكل اكبر في رأي المتواضع انه حتى يعني في حالة انه مثلا كان بكاء الكسير جاهز للمباراة رغم اصابته في المباراة الماضية انا كنت شايف ان برشلونة يلعب اربعة اربعة اثنين دايما بنشوف برشلونة في 4-3-3 الفريق يعني مش بنفس الصلابة في خط الوسط محتاج اصلا يعني لان خط وسط حاليا هو يمكن اضعف خطوته بالتالي لما بيلعب بلعب رابع في خط النفس الامور بتفرق معي لحد ما الفريق يكون متماسك بشكل اكبر بيدي دعم الدفاعي ودعم لياقي اللاعبين زي اندريس ان يستقل احيانا في هذا الوضعية يعني بيقدر يلتقط انفازه عن الاربعة اثنين الثلاثة اللي بيعاني فيها بشكل كبير حتى شوفنا في اخر مبارا ما بكر الكسير اصاب كان الى حد ما كان برشلونة يعني استعدت الكرة على مستوى خط النص كان في بعض احين كان بيعاني فيها في خط وسط الامور ان في النهاية كان استحوازه اعلى والفريق كان متسايد مبارا في شكل كبيرا ما الديبور لكن الديبور برضو عنده كده كان عنده الى حد ما قدرة على الاحتفاظ بالكرة في وسط ما لعب برشلونة وده شيء غير معتاد لكن بخروج باكو الكسير واشتراك لعب اخر رابع في خط النص الفريد الموضو ده فرق كتير مع الفريق واعتقد ان هو تزامن مع وجه نظري المستمرة حتى الان ان برشلونة الحالي الافضل ليه دايما الليعب اربع 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 عائد خلينا نتكلم عن ده برشلونة كمان برشلونة حاليا كمستوى يعني لا خلاف على ان ولين الميسي هو عصب الفريق تماما ده شيء لا يعب برشلونة لكن المشكلة ان في بعض الاحيان الفريق بيصل لمرحلة ان ميسي بيحطار ميل حيمرار له كورة التحركات تبقى ضعيفة الى حد ما في بعض المباريات يمكن جوردي قلبة كان هو المفتاح لحد ما واللي كان ليون الميسي بيلجأ له في بعض المباريات الماضية وكان هو زي المهرب للكورة ليون الميسي واندريس انيستا انضم يعني بشكل ما في المباراة الاخيرة كان ممتاز جدا 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 لكن برشلونة ما زال العمل الجماعي بتاعه محتاج ليعني قوة اكبر على مستوى الهجوم مش قوة اكبر على مستوى الدفاعي برشلونة محتاج ان هو يبقى الفريق متماسك بشكل اكبر اربعة اربعة اثنين لحد ما بتكفر له هذا التماسك لكن الفريق ما زال عنده القدرة على ان هو يحسن المباريات وده شيء مهم جدا خصا في المباراة الكبيرة وقدر ان هو الفريق حتى في المباراة الكبيرة بشكل عام ظهر بشكل جاد جدا رغم ان هو لم يربحها يعني اول اتلتكو مدريد ولا امام فالنسيا وحتى في مرات دور الابطال كان الفريق مميز جدا وقدر يهزم يوفينتوس فعطاكم بشكل عام لبارشلونة مستوى مش هقول مستوى مميز ابدا لكن اعقل ايه لحد ما يكفل ان هو يجيب نتيجة جيدة من سانتياجو الرويه خصوصا كياسا لمستوى ريال مدريد نروح لفريق صاحب الارض ريال مدريد اللي الحيلة يمكن بتزداد عنده لانه عنده اختيارات دلوقتي بقى عنده موجود اكتر من خيار اربعة اربعة اثنين بوجود اسكو اربعة اربعة اثنين بوجود اسينسيو كلاعب رابع في خط النص اه وجود بيل استعادة بيل دلوقتي خلي فريق ممكن يفكر في اربعة اثنين بوجود اسينسيو في اكتر من اختيار لغير مدريد ممكن حد يفكر يقول اه ان اسكو وجوده كلاعب رابع ممكن يساعد الفريق ان هو يحتفظ بالكورة بشكل اكبر من برشلونة ويقدر يقوم اه ان وجود اربعة لعبين من خط وسط برشلونة وانا في رأي ان يعني هي نظريا ممكن تكون شيء جيد لكن الفريق اه محتاج ان هو يكون افضل على الاجنحة ويكون افضل على الاجنحة ده ما ظنش اسكو هيقدمك في النقطة دي بشكل كبير برشلونة نش قوي اوي على الاجنحة عنده مشكلة في الاجنحة يعني اطراف معنا اصح يعني اطرافه مش بنفس القوة ولما برشلونة بيكون طريق مضغوط من الاطراف لو حتى حتى لعب اربعة اربعة اثنين هتلاقي ان يسته ليذهب للجانب الايسر وده في مكسابين اولا ان يسته دفعيا مش بنفس القوة الحاجة التانية انت تقدر تجهد انيستا وهو اصلا في رأي انيستا هو حلقة الوصل الكبرى بين ميسي والخطوط الخلفية للفريق انيستا هو اللاعب اللي حجر الزاوية في هذه النقطة وميسي وانيستا في اخر مباراة على الاقل كانوا ترابطين جدا مش اخر مباراة اكيد لك انا بكلم يعني اللي شايف المباراة الاخير كان عشوفي هذا الترابط الكبير بين الاثنين اللاعبين لو انت اجهدت انيستا قادر الامكان طبعا من وجهة النظر المدريدية هتبقى مكسب كبير لك حتى لو انت ما قدرت اجتهد الفريق على مستوى الاجنحة لكن الموضوع كله مش بحسبة برشونة فقط ريال مدريد مع اسينسيو وقدرة الفريق اللاعبة بسرعة اثبت الفريق انه قادر نكون اكثر خطورة الفريق ما بقاش يعتمد على الاجنحة فقط او الاطراف فقط بين فكرة زيدان من السنة الفاتح اللي اتنفزها بابداع لكن الفكرة داتت قديمة الى حد ما ليست مناسبة لكل المباريات وخصوصا مع تراجع مستوى الاطراف الى حد ما سعين فريق استعاد اطرافه لكن برضو مش شايف ان دي اطريق المسالية لموجهة برشلونة حاليا انت ممكن جدا لانه لو ركزت نفسك في العمق فقط مع اسكو ممكن جدا تخسر الصراع ده لانه برشلونة عنده اكتر من لعب قوي دلوقتي في خطة بست بوسكت سوباولينيو وراكيتش التلاتة بيقدر ان هو يضغط في العمق بشكل قوي جدا وبالتالي انت هتلاعب على نقطة قوة برشلونة اصلا وانت مش مضطر بالعجز انت عندك نقطة قوة كبيرة للفريق في اسينسيو والجرونالدو ممكن يميل الى حد بماعه الاطراف والدخول في العمق سريعا مع وجود مارسلو على الاطراف انت مش هتخسر الاطراف بالعجز انت هتزيدها قوة وفي النقص لانت تخسر نوصل للنقطة المسيرة والاخيرة وهي التشكيل الكوكتيل من لعب الفريقين وهي التشكيل اللي ممكن تخلق النقاش بيننا في الكومنتس بالذات ما تنسوش ابدا ان انتو دايما تشاركوني في الكومنتس في النقطة دي بالذات انا هاختار طبعا تيريش تيجن في حراس المرمى اكيد هو افضل حاليا من كيلو الراباس وتيريش تيجن يمكن من افضل حراس المرمى في الروبا يمكن انا انا بعده وهو دي خياء بيقدم افضل موسم في الاوروبا حاليا يمكن تيريش تيجن احيانا بتفاوك كمان على دي خياء وهو يكون افضل حارس اوروبا حتى الان في هذا الموسم في الزهير الايسر حيكون مارسيلو رغم ايجادة جوردي قلبا وتقديمه حل كبير لبرشلونة ويكون هو اللعب اللي يعني بيقدم بعض الحلول لما برشلونة بيفتقد القدرة على ان هو يخلق عمل جماعي هو بيكون دايما ميسي بالجألو كمفتاح لعب اخر لكن اكيد مارسيلو هو اللعب الافضل اللعب الاكثر جاهزية اللعب يخلق لك حلول حتى من غير اي لاعب موجود بيقدر يخلق لنفسه حلول فردية جيدة جدا وقياسا كمان للمستوى اللي قدمه طول السنة امتيتي اكيد حيكون هو قلب الدفاع الاساسي الاول فوق قول للاعب اخر سواء فريان مديد او برشلونة امتيتي بيقدم مستوى كبير جدا هو واحد من اللاعبين الركاز الاساسية لموسم برشلونة اللازي لم يكن بنفس القوة على فكرة في المستوى زي النتائج نتائج برشلونة وهائلة ورائعة لكن على مستوى كان المستوى بعض الموجودات كان فريق مش بيتمتع بنفس القوة اه 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 يعني احاول لكم ايه قلب الدفاع الاخر انا حاليا هاختر الاقل سوءا يعني كل قلوب الدفاع الاخرى سبق من برشلونة او من رائعة دي كلها في منتهى السوق في رأيي مش كده انا حميل الاختيار جيرارد بيكي على سرخ رامس الاقل لانه جيرارد بيكي الاقل سوءا فيهم اه بريفاران ما بيقدمش مستوى جيد رامس بيقدمش مستوى بيكي برضو مقدمش مستوى جيد ومسكرانه يجلعفش اصلا وبيطلب الرحيل مش كده انا حميل لوجود جيرارد بيكي على الظاهير الايمن هيكون داني كربخال اللاعب المميز جدا لقدم مستوى كبير مع ريال مدريد هذا الموسم واعتقد انه حيستحق مكانه الاساسي كلاعب وسط دفاعي اختار سيرجي بوسكتز هو لاعب وسط دفاعي اللي بعد بدأ في استعادة مستوى بشكل كبير هذا الموسم بعد حالة من الخفوط والتراجع في المستوى في الموسم الماضي امامه هيكون اللاعب اللاعب اللي احنا يعني نستمتع بأداءه ورغم انه هو التراجع لحد ملك المزايا اللاعب يقيمته بشكل كبير ولاعب لغين عنه في تشكيلة اه تشكيلة ريال مدريد وتشكيل الكوكتيل في رأي كان اختيار صعب اختار ما بين كروس واندريس انيستا لكن انا اميل حاليا لتوني كروس اللي بقدم مستوى ثابت مش متراجع بدنيا احيانا زي انيستا بيقدم لمحات عبقارية زي اخر مباراة مع ديورتيبولا كوروني لما مرر تبرير رائعة هي اللي كان عصب الهدف الاول لبرشلونة فاعتقد ان انا حميل لتوني كروس اللي بيقدم مستوى جاد جدا ورغم ان هو احيانا يتكاسل عن الضغط واحيانا لا يقدم المستوى الجاهد لكن اعتقد على قياسا على مدى الطويل توني كروس يستحق الوجود في التشكيلة الاساسية في خط الهجوم هاكن ليان الميسي هو طبعا آآ نجم النجوم يعني ليان الميسي نجم احد اكضل لعبي العالم هو آآ في التاريخ طبعا يعني مش بتكلم على حالان لانه حالان طبعا انا في رأي ليان الميسي هو افضل لعب في العالم ومعاه كريستيان رونالدو اللعب اللي بدأ يستعيد حساته التهديفية بشكل كبير جمبر حقيقي في خط هجوم ريال مدريد وامامهم لوي سورز اللي برضو بدأ يستعيد مستوى لحد الماء ومقارنة بكريم زيما اكيد هتميلي الكفة لصالحه هاي دي تشكلة الاساسية اكيد اكيد هحتاج ان انتو تقولولي تشكلاتكم الاساسية وتشكلتكم من كوكتيل الفريقين المناسب في رأيكم ما تنسوش اهم حاجة ان انتو كمان تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس لو حابين تجي لكم اشعارات او بكل حلقة بتنزل دي كانت حق يعني ما ما يدور في بالي عن الكلاسيكو مباراة حتكون مسيرة اهم حاجة تكون مباراة ممتعة قبل ما تكون الحلقة دي ممتعة يا رب تكون الحلقة عجبتكم اصيبكم عن خير سلام